ربنا يخليك يا ساعة الأمين تعبينك معنا قوام قوام خلص نفسك بسرعة خمس دقائق مش هكتر طيب يلا شامان دي يا شامان دي مين؟ الميلامين في ايه يا جادة عمى صبري بقولك ايه انجز في الحقور عشان الأمين قال لي قدامنا خمس دقائق نتكلم فيهم بس عاوزي مية خمسة وعشرين ألف جنيه مية خمسة وعشرين ألف جنيه والله العظيم لو معايا معايا مش عليك يا صاحبي لا يا حيلاتها مهو دول مش سلف دول حق الحبسة اللي اتحبستها بسببك لا يا حبيبي الحبسة دي عشان انت اطلقتها غشين ماشي وانا هاخو بقى نص الفلوس اللي انت لقيتها في العربية عشان تتقي غشانت اللي على حق ايه الحوار العبيط اللي انت بتقوله ده مين اللي قالك الكلام القالش ده يا شامان دي تصدق ان انا قلت ان هو حوار قالش برضو خلاص انا هطلع للزاوي تقوله العربية دي وصلتني ازاي وهو يقول بقى ازا كان الحوار دي قالش ولا مش قالش لا لحد كده وتثبت عندك خليني حبايب احسن بوا احنا حبايب طول ما بنقسم اللقمة سوا انا بيتي مفيهوش مالليم وكلك نظر تصدق صعبت عليها شامان دي طب خد خدها شامان دي مش خسورة فيه سنجودشين كده حل ينوب بقبك تلاقيك على لحن وبطنك عينومك من يوم ما جيت ولا حد زورك ولا حد عبرك خد انت بقى يا حبيبي دي نمرة المدام تتصل بها وتقابلها وتديها الفلوس وتقول لها المعلم بعد دول الزيارة اللي بعد بكرة لو عرفت انك غادرت يا صبري ما تزعلش باللي هعمله معاك اعتبر الفلوس في جيب المدام سلام سيد ايوا حسن باشا عايزك تنزلي الحاجز وتشوفي الودي اللي لسه معادي ده كان عند مين تحت حاضر باشا يلا في واحد لسه خارج من هنا حالا كان بيزور واحد هنا كلمة اي من على الباب كده على السرير طب قابل بقى حسن بيشافه هو خارج وبيسأل كان بيزور مين شميعني انا قفش المراتي معلطول ماشي بالحب بعدهم دول اللي اسم حجوزين يعني حد يجبلهم لقمة جبلهم هدمة ايه ده في ايه في ايه عيد اللي يا بدي اللي انت بتقوله ده تاني قبل ما جبنا له الدكتور قد روحوا طلعت يحسن باشا الله يخرب بيوتك ودا مات ازاي ده الزار حد يدخلوا اكل بايز ما طبعا مايسويقه اللي داخل داخل واللي خارج خارج ولا اللي فالاخر بلبس تعالها ورايك انع اي حد يروحنا حية الحاجز وكل هيتحاول التحقيق لحد ده ما نشوفه المصيبة دي اخرجها ايه الله يرحمك كشم عندي